موسيقى السلام عليكم مشاهدين وأهلا بكم إلى آخر موعد إخباري مباشر المستهل كالعادة بالعالم بأغلبية 13 بلد وامتناع دولتين صدق مجلس الأمن على قرار جديد بخصوص ملف الصحراء المغربية يقضي بتمديد بعثة في المنصر عام جديد ويكرس سمو مخطط الحكم الذاتي كما اقترحه المغرب منذ 2007 قطاع غزة تحت القصف لليوم الخامس والعشرين على التوالي عدد الضحايا ما يزال يحصي أرقاما جديدة فيما المقاومة الفلسطينية تؤكد أنها تخوض معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال القطاع وجنون وبالإجماع صدق مجلس المستشارين في جلسة عامة تشريعية عقدها مساء اليوم على مشروع قانون المتعلق بمنح الأطفال لضحايا زلسل الحوز صفة مكفول الأمة هاكاثون خاص بمواجهة العنف في الفضاء الرقمي نضم بالمعهد العادي للإعلام والاتصال على مدى أربعة أيام توج بتقديم جوائز أهلا بكم وكما كان متوقعا وبأغلبية ثلاثة عشر صوتا وامتناع دولتين عن التصويت اعتمد أمس مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بخصوص قضية الصحراء المغربية القرار رقم سبعة وعشرين سفر ثلاث الذي ساغته الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى الصحراء لمدة سنة كاملة إلى غاية الواحد وثلاثين من أكتوبر المقبل عبد الفتح ممنح بالتصويت 13 عضون والمتناع إثنين مدد مجلس الأمن لولاية البيئة المينورسو لعام كامل وجدد تلهياء التنفيذي للأمم المتحدة في هذا القرار الجديد تأكيد دعمها للمباررة المغربية للحكم الذاتية التي قدمها المغرب في سنة 2007 باعتبارها أساسا جادا ودى مصداقية من شأن ودى حدن نزاع الإقليم حول الصحراء المغربية نحث جميع الأطراف للمشاركة في المفاوضات بحسن نياح من أجل التوصل إلى حل سياسي دائما الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تعتقد أن مخطط الحكم الذاتي هو حل موثوق به ووقعه فرنسا تؤيد تسوية سياسية عادلة دائما ومقبولة من قبل جميع الأطراف حسب قرارات مجلس الأمن باريس تذكر كذلك بالدعب التاريخي الواضح والتابت للمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي وضع المغرب على الطاولة منذ 2007 وحان الوقت للموضي قدما لتنزل الممثل الدائم في فرنسا بالأمم المتحدة أكدت كذلك على قلق بلادهم انتهاك وقف إطلاق النار وعدم التعاون مع بعتة المنص تأييد كبير مبادرة الحكم الذاتي من خلال كلمات أعضاء مجلس الأمن الذين أكدوا أن الحل السياسي يبقى هو المنفذ نحو الأمن والاستقرار بالمنطقة تسوية دولة القابون يعبر عن دعمنا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الذي يجسد مقترحا موطوقا ومطمئنا فهو يقدم حلونا الموطوقة ومطمئنا لوضعه حد للمأسق الحالية والتوصل إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف ونرى أنه على جبهة البوليساريو التعاون بشكل كامل مع بعثة منورسو وإزالة كافة القيود التي تؤثر على عمل البعثة ويعادة الالتزام بوقف إطلاق النار وأخيرا تؤكد دولة الإمارات على دعمها الثابت للمملكة المغربية وسيادتها على كامل الصحراء المغربية القرار ألزم كذلك جبت بوليساريو بدرورة احترام وقف إطلاق النار وذكر الجزائر ست مرات كطرف معارقل لعملية الحل السياسي حل سياسي يريده المنتظم الدولي واقترحه المغرب منذ 2007 ويعمل يوميا على تنزيله لأرض الواقع من خلال الأوراش الكبرى المفتوحة في الصحراء أوراش وصفها ديمستورا المبعوث الشخصي للأمن العام بالمذهلة عندما زار الصحراء المغربية مؤخرا وعقب اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار عقد عمر هلال الممثل أو السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة أبرز خلالها أن هذا التصويت يعزز رؤية جلالة الملك وأخياره الاستراتيجيين لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات وأنهج سياسة اليد الممدودة وذلك وفقا للفصل السادس من مثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة عودة إلى عم فتح ممن أكد الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة عمر هلال أن قرار مجلس الأمن الدولي يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين لصاحب الجلال الملك محمد السادس لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات وأنهج سياسة اليد الممدودة الحل لازم أن يكون واقعيا ومستدام وبني على توافق كما أوضح أن المجلس من خلال هذا القرار وقع على الشهادة الثامنية وعشرين لوفاة الاستفتاء المزعومة الذي تم إقباله منذ أزيد من عقدين من الزمن رغما عن أنف الجزائر وصانيعتها البوليسان ليس هناك أي إشارة للاستفتاء الذي يناد به أعداء الوحدة الترابية هذه تقريباً عشرين سنة وهذا القرار ثمانية وعشرين الذي لا يشير للاستفتاء وطبعاً يؤكد على ويهنئ على يعني إنجازات للمملكة فيما يخص دفاع على حقوق الإنسان وسجلت سيد عمر هيلل أثناء الإجابة على أسئلة الصحفيين أن مجلس الأمن أعرب عن قلقه العميق إزاء الإخلال باتفاق وقف إطلاق الناغة من طرف الجماعة البوليسانية والانتصالية المسلحة التي تمت مطالبة مرة أخرى باحترام حرية تنقل وإعادة إمداد المنورسو لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن يحضر معي في بلاتو المسائية الدكتور عبد الفتاح بالعمشي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي مرحبا بكم دكتور مساء الخير إذن مرة أخرى مجلس الأمن والأمم المتحدة تسير في اتجاه يبقى الوضع على ما هو عليه من خلال قرار أممي وجديد يقضي بتمديد بعثة المنورسو ويؤكد مرة أخرى سموة المقترحة المغربية ومقترحة الحكمة الذاتية كيف يمكن أن نقرأ الأبعاد السياسية لهذا القرار الجديد لمجلس الأمن القرار الجديد لمجلس الأمن 27.03 هو يكرز القاموس الجديد لهيئة الأمم المتحدة وتحديد المجلس الأمن الذي أصبح يصطف تدريجيا نحو الطرح الوطني المغربي في حل نزاع السحراء على اعتبار إلغاء جميع المصطلحات التي كانت تؤدي في السابق إلى نوع من الارتباك وعدم الفهم لطبيعة وشرعية ومشروعية الطرح الوطني المغربي في حل نزاع السحراء اليوم هناك مصداقية يتحدث عنها هذا القرار هناك اعتراف بالمجهودات التنموية التي تقوم على الأرض هناك اعتراف بالمجهودات الكبيرة على مستوى حقوق الإنسان هناك أيضا إقرار بما تقر به الدول التي افتتحت قنصليات عامة في الأقاليم الجنوبية وأيضا تلك التي غيرت من مواقفها نحو دعم المغرب والسيادة المغرب على كل ترابه بمعنى أننا نتحدث عن أكثر من 24% من دول العالم اليوم هي تقر بأن الحكم الداتي هو السبيل الوحيد لحل هذا النزاع بمعنى أننا أمام فهم متجدد وأمام أيضا إنصاف للجهود الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب تحت قيادة جلالة الملك والتي أعطت مداخل جديدة لحل هذا النزاع ولعل أهمها ضمان الأمن والسلم في منطقة متوترة ضمان أيضا نوع من التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية ولعل المشروع التنموي والنموذج التنموي المغربي في هذه الأقاليم يؤكد هذا المدخل الاقتصادي في حل النزاع بمعنى أن المغرب هو يسير وفق استراتيجية بناءة ومساعدة لعمل هيئة الأمم المتحدة وأيضا يقوم بالوفاء بالتزاماته تجاه هيئة الأمم المتحدة وفي مثل هذه النزاعات ناصية الحل هي بيد من يمتلك السيادة على الأرض والمغرب يمتلك سيادته في الواقع على الأرض ويمتلك السلطة العامة ويمتلك السياسات العمومية داخل أرضه بمعنى أن هذا التدبير كما أشار سفي الممتل المغرب لدى هيئة الأمم المتحدة ويدبر في إطار التسوية السياسية التي يؤثرها الفصل السادس من ميثاق هيئة الأمم المتحدة في هذا السياق طبعا كما أشرته من الدكتور أن المغرب مرة أخرى يبرهل للعالم على صواب المقترح الذي تقدم به منذ 2007 مقترح الحكم الذاتي الدليل على ذلك اليوم رقعة الدول التي تتفق مع هذا الطرح وتؤيده مئة دولة تقريبا داخل أرويقة الأمم المتحدة إلى جانب ثلاث دولة قررت فتح قنصلية عملها بالعيون والدخلة اليوم مرة أخرى الخيار السياسي هو الخيار المطروح والوحيد على طاولة مجلس أمن الأمم المتحدة هناك تجاه داخل القانون الدولي العام وداخل السلوك وممارسة الدول بالخصوص في إطار هيئة الأمم المتحدة يسير وفق استراتيجية الدعم التنمية لهذا النوع من النزاعات بمعنى أنه كلما كانت هناك تنمية كلما كان هناك حل لصالح الساكنة وكلما كان هناك ضمان للسلم والأمن في هذه المنطقة المغرب يوفر هذه الأمور من جهة ومن جهة أخرى نستطيع أن نقول بأن النقاشات التي سبقت هذا القرار لما كان مشروعا هي مختلفة عن سابقاتها سواء من خلال تصريحات ممتلي الدول داخل أئت الممتحدة وأيضا المداخلات التي عقبت تصويت كان لها أثر مهم في هذا الفهم المتجدد الذي نتحدث عنه وأيضا نستطيع أن نقول بأن ديبلوماسية خصوم الوحدة الترابية وأقصد هنا جزائر هي في انهيار شامل على اعتبار أنه في ثلاث سنوات لم تستطع أن تستميد سوى دولة واحدة في البداية كانت تونس ثم كينيا وليوم المزنبيق على اعتبار أن روسيا هذا موقف مبدئي في إطار توازنات جيوستراتيجية عالمية وهي معروفة لدى المهتمين بالشأن الدولي شكرا جزيلا لكم الدكتورة بفتاح لب العمشير أستاذ العلاقة الدولية بجامعة القاضي عيد المرأة شكرا لكم على كل هذه الإضاءات ووزارة شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أشادت باسم المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابعي للأمم المتحدة للقرار 27-03 المتعلق بقضية السحراء المغربية الوزارة أبرزت أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي 100 بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وفتح أكثر من 30 قنصلية عامة بالعيون والداخل وعدم اعتراف أكثر من 84% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي فضلا عن النهدة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية وكان عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة قد عرج في ندوته الصحفية على حادث المقذوفات المتفجرة التي ضربت المناطق سكانية بمدينة سمار نهاية الأسبوع المنصر مخلفة قتيلا وثلاثة مصابين اثنان منهم حالتهم خطيرة هلال أكد أن المغرب سيستخلص الاستنتاجات اللازمة بناء على النتائج الملموسة للتحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية بخصوص الانفجارات الأربعة نستمع بهذا الخصوص المقتطف من تسريح عمر هلال عند وقوع الانفجارات عند منتصف الليل تقريبا تم اختاروا بعثة المينورسو التي لها مراكز ملاحظة في السمارة وعينت عناصر البعثة الأممية أن الانفجارات وقعت في أحياء مدنية ومنازل يقتنها المدنيون مخلفة مقتلة وإصابة مدنيين وبطبيعة الحال سيقدمون تقريرهم إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة وبعدها يتم اختار مجلس الأمن من خلال تقرير في هذا الموضوع من جهتها السلطات المغربية ومن خلال الوكيل العام للمالك بالعيون والذي أمر بفتح تحقيق قضائي في الموضوع لتحديد ملابسات الحادث والتحقيق في التفاصيل التقنية والباليستية لهذه التفجيرات المغرب بلد يحتكم إلى القانون لحد الآن نحن في مرحلة التحقيق وجمع المعلومات ولا نتهم أحداً لأنه ببساطة ننتظر نتائج هذا التحقيق وحينها نرد على الضوء ذلك لكن لا يمكن أن ننكر أن هناك مجموعة مؤشرات وهي كثيرة التي تشير إلى جهة واحدة والتي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث بنفسها المؤشر الأول البلاغ الذي أصدرته المجموعة الانفصالية المسلحة البوليساريو خارج الحدود الحرب على غزة تدخل يومها الخامس والعشرين الجيش الإسرائيلي واصل دك الأحياء السكانية والمستشفيات كما هو الحال اليوم في قصف جديد استهدف مبنى سكاني بمخيم جباليا شمال القطاع ما أدى إلى سقوط أربعمائة شخص بين شهيد وجريحة وترتفع بذلك حصيلة العدوان على غزة إلى نحو ثمانية آلاف وستمائة شهيد غالبيتهم من الأطفال من جهتها أكدت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض معارك عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال القطاع وجنوبه سعيد أجانع غزة أصبحت مقبرة الشهداء قصف على جميع الأصعد وتوغل القوات الإسرائيلية شمالا وجنوبا فخلال اليوم الخامس والعشرين من الحرب دخلت كتائب القسام في معارك عنيفة مع جيش الاحتلال الذي يواصل توغله وقصفه للمدنيين واستهداف المبانية السكانية والمستشفيات ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أزيد من ثمانية آلاف وخمسمائة شهيد من بينهم ثلاثة آلاف وخمسمائة طفل بالإضافة إلى أزيد من عشرين ألف مصاب لم يجدوا مكانا للاستشفاء بعد انهيار المنظومة الصحية بالبلاد ومن جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جودريش عن قلقه البالغ إزاء تصاعد حدة النزاع داعيا إلى ضبط النفس لتجنب الأسوأ وعلى الميدان الوضع يسير نحو الأسوأ مئات القتلى يوميا وعائلات أصبحت بين ليلة وضحاها بدون مأوى فيما تستمر صواريخ الجيش الإسرائيلي فسهداف أي شخص تجده في طريقها حتى وإن كان صحفيا يسعى لإصال الخبر سيصبح خبرا فمنذ اندلاع الحرب قتل أكثر من ثلاثين صحفيا من بينهم ستة وعشرون فلسطينيا بالعاصمة مدريد أدت الأميرة ليونور وريثة العرش الإسبانية اليوم قسم الولاء للدستور بلادها في عيد ميلادها الثامن عشر وتعهدت ليونور في اليمين التي تلتها بأداء واجباتها بأمانة وتعهدت بالحفاظ على الدستور والقوانين ودعمها واحترامها لحقوق المواطنين والحكومة المستقلة والولاء للملك ومنذ تولي الملك فيليب السادس عشر البلاد في التسع عشر من يونيو 2014 نالت الأميرة ليونور صفة والية العهد بشكل رسمي ومهنئا بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تبريك للملك فيليب السادس بمناسبة أداء كريمته الأميرة ليونور للقسم الدستوري أمام غرفتي البرلمان كولية عهد للمملكة الإسبانية وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك للعهد الإسباني والأسرة الحاكمة عن أصدق متمنياته لولية العهد في عيد ميلادها وهي تؤدي القسم الدستوري الذي يؤهلها لأداء مهامها السامية كولية وورثة لعرش المملكة الإسبانية الجارة الصديقة يضيف نص البرقية الملكية والتعاون والتنسيق من أجل محاربة الجريمة المنظمة وتهريب البشر ومكافحة الإرهاب ملفات من بين أخرى كانت ضمن البرنامج برنامج اللقاء الثنائي الذي جمع اليوم وزيرة الداخلية الألمانية بنظيرها ناصر بوريطة مريم أملال وهيشام سني شراكة متينة ومعاززة تطلع للمستقبل أساس الدينامية الجديدة التي تميز العلاقة الثنائية بين المغرب وألمانيا منذ اعتماد الإعلان المشترك قبل عام تقريبا خريطة طريق من بين ملفاتها الهجرة قضية مشتركة حملتها وزيرة الداخلية الألمانية ضمن زيارتها للمغرب لدينا تحديات مشتركة فألمانيا والمغرب بلدى عبور واستقرار للمهاجرين ولهذا اتفقنا اليوم أن ووزير الخارجية المغربية على تعزيز التعاون بيننا للتعامل بشكل أفضل مع قضية الهجرة وأعتقد أننا سنتمكن من جني ثمار جيدة بهذا الخصوص وفي ظل مشهد متغير لأشكال تهديدات متعددة فالعمل على الوقاية الاستباقية شكل أساس الشراكة المغربية الألمانية خاصة فيما يتعلق بكل أنواع الجرائم العابرة الحدود والمهددة للأمن من بين القضايا المشتركة التي تجمع المغرب وألمانيا الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة وتهريب البشر والإرهاب كما لدينا مصالح مشتركة نود التعاون أكثر بخصوصها بشكل أعمق وخاصة الهجرة أمن وهجرة وإرهاب كلها بلفات حملتها وزيرة الداخلية الألمانية ضمن حقيبة زيارتها للمغرب من أجل تعاون أنجع على أساس المصالح المشتركة بمقر ولاية الجهة أشرف عبدالوافي الفتيت وزير الداخلي على تنصيب عالي خليل والي على جهة الداخل وادي الذهب وعاملا على إقليم وادي الذهب كما أشرف الفتيت اليوم بأقدير على مرسيم تنصيب كما أسلفت هذه الصور من مقر ولاية جهة الداخل وادي الذهب حيث أشرف وزير الداخلية على تنصيب عالي خليل واليا على جهة الداخل وادي الذهب عاملا على إقليم أوسترد كما أشرف الفتيت اليوم بأقدير على مرسيم تنصيب السعيد أمزز واليا على جهة سوثمسة عاملا على عمالات أقدير إدوتنان كما تسلم ظاهر التعيين عاملا على إقليم ورزازات عبدالله جهيد في حفل التنصيب الذي حضره عدد من المسؤولين يتقدمهم خالد أي تطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبمقر عمالة الحسيمة تمت اليوم رسم تنصيب حسن زيتون عاملا جديدا على إقليم الحسيمة خلفا لعامل السابق فريد شراق الذي عين واليا على جهة مراكش آسفي عاملا على عمالة مراكش وقد ترأس حفل التنصيب نزار البركة وزير التجهيز والماء المسائية ما تزال متواصلة نتابع فيها بعد قليل جديد الموسم الفلاحي والإجراءات المتخذة لمواكبة الفلاحين كشف تفاصيلها محمد صدقي في جلسة الأسئلة الشفاهية بمجلس المستشارين وتنجى تعيش على إقاع الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم نسخة تفتح باب التباري ولأول مرة أمام خرجي المؤسسات والمدارس السينمائية المغربية قبل ذلك وبالإجماع صادق مجلس المستشارين في جرسة عامة تشريعية عقدها مساء اليوم صادق على مشروع القانون المتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلسال الحوز صفة مكفول الأمة مشروع القانون الجديد يندرج في إطار تعليمات جلالة الملك من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامة الذين فقدوا أسرهم إثر الزلزال الأطلس الكبير جادة بردان أسامة غرامي داخل قبة مجلس المستشارين انتفت الانتماءات السياسية وخفتت التدافعات الحزبية وتوحدت الأصوات منتصرة لقيم التضامن فكان الإجمع سيد التصويت فالمصادقة على مشروع قانون يمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز سفة مكفول الأمة جاء ليكرس القيم الوطنية التي تتشبع بها الأمة المغربية وجاء كذلك ليكرس التضامن والتماسك الاجتماعي وجاء ليعطي الأسبق لهذه الفئة مشروع القانون خمسون ثلاثة وعشرون يعكس التعليمات الملكية من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامة الذين فقدوا المعيلة وأصبحوا بدون مورد إثر زلزال الحوز المصروع يحدد شروط منح صفة مكفول الأمة ويعدد الحقوق المترطيبة على ذلك أولاً كان الرعاية المعنوية ثانياً كان الرعاية المادية ثالثاً كان مجانية لعلاجات الطبية والجراحية وكذلك المهم أسبقية في الولوج المناصب الشغل والتعليم وزيد على ذلك هذا القانون يهدو كذلك إلى يعطى تعويضات وخدمات صحية والتعليم والنقل المجاني لهذا الأطفال المتدررين من الزلزال الحوز كذلك يعطى أسباقية في الأولوجة الخدمات المؤسسات العمومية للدولة مكفول والأمة ستعطى لهم أيضاً أسبقية الالتحاق بمؤسسات التعليم والتكوين كما ستكون لهم الأسبقية في الحصول على المنح الدراسية وتنفيذاً لتوجهات الملكية تنطلق بدءاً من يوم غد فاتح نوانبر عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للأسر المتضررة من الزلزال والمحددة في 2500 درهم شهرياً لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كلياً أو جزئياً كما ستنطلق بدءاً من الثلاثاء القادم عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي حيث سيتم وضع دفعة أولى بمبلغ 20 ألف درهم رهن إشارة المتضررين تصرف لمواكبة تقدم أشغال البناء ومجلس المستشارين خصص جلسته الأسبوعية لقطاع الفلاحة الوزير محمد صديقي حل بالمجلس للإجابة عن تساؤلات المستشارين بخصوص الموسم الفلاحي الجديد حيث أكد أن حزمة من الإجراءات اتخذت للمساهمة في تحسن مردودية القطاع نادية أحتوى أسامة غرامي رغم قلة التساقطات المطارية إلى حد الآن فإن وزير الفلاحة متفائل محمد صديقي وجوابا على أسئلة المستشارين اعتبر أدنى الوضعية الحالية للموسم الفلاحي 2024 أحسن من بداية سنة عادية قص الحكومة يدير واحد المجهود الدعم الفلاحة الصغار الدعم المتوسطين تحت الإعانات يحاولوا ما أمكن أنهم كما قال سيد الوزير يرشدوا الماء يسقي ما يقطعوش على المناطق باش متجفش مناطق ومناطق أخر يبقى عند هالماء بدينا التنزيل ديال المرحلة الاستعجالية ديال هذا البرنامج منذ أسبوع واللي فيها المحاور ديال فك العزلة فيها المحاور ديال يعني الاستصلاح انتاع المنظومة ديال السقي الصغير والمتوسط تدابير حكومية من شأنها وفق وزير الفلاحة أن تساهم في نمو القطاع بنسبة 30% مقابل ناقص 14% خلال الموسم السابق بما يعزز الأمن الغذائي للمملكة بلدنا يجب أن يكون لدينا القمح ديالنا الضراء ديالنا الصوجة ديالنا وذلك شيء لا نوفره هذا شيء لأن نعكس على المستهلك وردا على تساؤلات المستشارين كشف محمد صديقي أن الفلاحين المتضررين من زلزال الحوز سيستفيدون من تعوذ عن الماشية مشيرا إلى أنه تم إحصاء 30 ألفا من رؤوس الماشية بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وزعت جوائز الهاكاثون الخاص من مواجهة العنف في الفضاء الرقمي طالبت 11 مؤسسة للتعليم العالي انتضم في مجموعات متنافسة عن مدى 4 أيام لخلق وإنتاج أفكار وحلول ناجعة لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها كما سنتابع مع حمزة إيتم سعود تتويج لأفكار بداعية وناجعة تهدف للتصدي للعنف في الفضاء الرقمي تتويج لمجهودات شباب نجحوا على مدى 4 أيام من العمل المشترك في إنتاج حلول رقمية لمواجهة ظاهرة متفشية في العالم الافتراضي لكن آثارها تتجاوز حدود هذا الفضاء الكنسيبت لنا هو الانوفيات في المثال للسنسيبليزات هذا هو مواجهة التي تعملنا كاملين من مدارس المدارس كانت لدينا الفيس او كانت لدينا الانسياء كانت لدينا الامي البروجيات لدينا هو تعمل على إنتاج حلول التي تعمل على أنها تدتكت إذا كانت لدينا مدارسة أو إماجه تحتوي على مدارسة مدارسة وكتحاول أن تتساعدهم وكتساعد لدينا وكتساعد لدينا لأنهم يتعرض لدينا التحرش الجنسي تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الجيل الصاعد من الشباب ودمجها مع الابتكار والحلول التي يقدمها التقدم التكنولوجي المتاح غاية من غايات هذا الحدث الذي يبتغي منظمه ربط الشباب بالتحديات لمجتمعية الراهنة هي مسابقة ولكن مسابقة تعلموا فيها منهجية عمل يمشون من الفكرة إلى إنشاء شيء ما الذي يمكن من بعد ينصلحه للنهوض وشرح قضية حقوق الإنسان عبر هذا الموضوع كان لابد بالنسبة لنا كمنظمين من أننا نعالج هذه القضايا في أفق حقوق الإنسان وباستعمال آليات للتربية الإعلامية وأظن أنه اليوم وانتم ترون قد حققنا موات المطلوب في هذه الدورة الأولى النسخة الأولى لهاكاتون العنف في الفضاء الرقمي استأترت باهتمام واسع لما يقارب مائة وعشرين طالبا ينتمون لإحدى عشرة مؤسسة للتعليم العالي شباب صخروا مداركهم وتنوع اختصاصاتهم ليبدعوا أفكارا واقتراحات حلول مبتكرة لمعالجة هذه الظاهرة المهرجون الوطني للفيلم بطنجة يفتح باب التباري في دورته الثالثة والعشرين أمام خرجي المؤسسات والمدارس السينمائية المغربية وذلك في سعي لتشجيع المخرجين الشباب وترسيخ ثقافة الاعتراف من جهودة هذه المعاهد مسابقة أفلام المدارس حملت باقة متنوعة من الأفلام المتميزة كما سنتابع في روبرتاج وصال علام فاضل سعدني والمتابعة للشيماء العلامة لم يمضي وقت طويل على فتح أبواب سينما الكازار بالتنجة حتى اجتمع خرجو معاهد ومدارس السينما بقاعة العرض صباح اليوم يمهدون طريق رحلتهم الإبداعية بأفلام سينمائية استثنائية يشاركون بها ضمن مصابقة أفلام المدارس بالمهرجان الوطني للفيلم فئة الشباب لها أهمية كبيرة وهي أساس اكتمال الفن وخاصة في المجال السينمائي فئة الشباب تترك دائما بصمة إبداع من السينما الواقعية إلى التجربية فالجريئة تعدد الأسلوب الفني لصناعة أحد عشر فيلما مشاركا في المسابقة تعددت المواضيع المطروحة والهدف واحد تجسيد أفكار جديدة ورؤى فنية متميزة لتطوير المشهد السينمائي المغربي في السنة المادية كنت مدعوا واليوم أنا فخور بمشاركتي في هذه المسابقة شيء عظيم بالنسبة لي سيحفزني للإبداع أكثر وهذه شيء يزوينا بزاف ولينا كتابة يعني بشتلقهم بعد دي سنة عصد غياليزاتي شوفوا الفيلم دينا نقشوا معهم سرشبه أننا نحن الفيتيور غياليزاتي وهذا شيء مهم لنا بزاف وكنش كل مرازان على الفرصة هذه وكيم بك يقولوا هذه أول الغيش قطرة وهذه القطرة الحمد لله والغيزة إن شاء الله هي أكثر من مجرد أفلام من توقيع خريجين شباب النوافذة يطل من خلالها عشاق الفن السابع على إبداع يمزج بين الواقع والخيال والسعودية تقترب من حلم المونديال الفين واربعة وثلاثين بعد أن سحبت أستراليا ترشحها لاستضافة هذا المونديال وبهذا الخبر نختم المسائية وفي ختمها تذكير بأهم ما جاء فيها بأغلبية 13 بلدا وامتناع دولتين صدق مجلس الأمن على قرار جديد بخصوص ملف السحراء المغربية يوم أمس يقضي بتمديل بعثة من وصول عام جديد ويكرس سمو مخطط الحكم الذاتي كما اقترحه المغرب منذ 2007 شكرا على طيب المتابعة دمتون بخير في أمان الله اشتركوا في القناة